إيه الجديد في طب الأسنان؟ الحقيقة الجديد في طب الأسنان بيحصل كل يوم مش يعني معدل التطور عشان نواكب التطور في طب الأسنان دي بتبقى حاجة سريعة جدا التطور اللي بيحصل بيحصل في صورة الخمات أو المواد المستخدمة الموجودة فيها دلوقتي معظم مواد الأسنان دلوقتي بتعتمد عن نانو تكنولوجي بجزيئات النانو عشان تديني مميزات أكتر لمواد الحشو اللي بنستعملها تطور كمان في التقنيات التكنيكس اللي بنستعملها يعني كان زمان مثلا تقولك نحشي السنة مرة واحدة نحط الفيلينج ماتيريا مرة واحدة دلوقتي لأ بقت ليرينج تكنيك وتفر انت هتشتغل ايه فالتكنيك نفسه بالزبط عشان يضمن أن المادة تبقى أدابتة كويسة على سطح السنة بتاعتك التكنيك الجديد كمان في الأجهزة المستخدمة ودي بقى الطفرة الكبيرة جدا في مجال طب الأسنان مفيش دلوقتي حد بيشتغل من غير ما تلاقي عنده أجهزة حديثة الأجهزة الحديثة دي زي الأشعة المقطعية المخروطية دي بقت حاجة بايزيك ساينس عندنا في مجال طب الأسنان استخدام الحشوات التجميلية عن طريق الكمبيوتر اللي هي الكات كام سيستمز دي برضو من الحاجات اللي في البورسلين والكمبوزيت فالنج ماتيريا كتيرة جدا علاج الجزور عن طريق الأجهزة الدورة ما عادش بقى القبر اللي دخلها طلعه وتلاتة أربعة فيزيت وكلام من ده ما عادش الكلام ده بس بي ناس شغالة بطريقة دي لحد دلوقت يا دكتور اوكي ماشي مهي ناس شغالة فيها بس الفكرة بقى ان هي بتطول وقت الدكتور بتستهلك وقت وقت العيان ومجهود والعيان فغير ان انت بيقعدت الوقت بتعملها له في ظرف تلت رابع ساعة تكون مخلص الحاجة كلها والأحدث والأحدث بقى هو استخدام الميكروسكوب في مجال طب الأسنان بكل فروق